مدير ومدراء حملة بايدن يتحدثون طبعا عن توقعاتهم. نستمع؟ أردنا أن نلتزم بشفافة قدر الإمكان وأن نبتعد عن أيها مشي خطأ فيما يتعلق باستطلاعات الرأي في الكثير من الولايات ولسيما الولايات المتأرجحة وهذه الولايات مهمة لسبب والأهم بالنسبة إلينا هو أن نركز على هذه الولايات التي كان هناك تصويت كبير فيها أكثر مما توقعنا. كما قلنا هذه الولايات مهمة متأرجحة ونحن لسنا متفاجئين. لقد قلنا منذ البداية أن الطريق إلى الفوز هي ولاية بنسلفينيا والوسط الغربي. ونحن نواصل مراقبة هذه الولايات المتأرجحة والتي لديها أهمية كبيرة وكان لدينا فوز كبير في نبراسكا. نحن نعرف أن الصباق سيكون محتدما وأن نحاول قدر إمكان الالتزام بالمرونة ورأينا أن نائب الرئيس بايدن لديه دعم شعبي كبير وسوف يتمكن من جمع أرقام تاريخية أكثر ربما من أي رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا الدعم يتواصل فيما نستمر ب تستمر عملية فرز الأصوات وتعدادها. يمكن للخاسر أن يطلب إعادة تعداد الأصوات وإعادة فرزها. هذا ممكن. نحن سنفوز في ويسكونسن. نحن متقدمون هناك. ويبدو أننا سنفوز بهذه الولاية. نحن واثقون من ذلك فيما ننتظر الانتهاء من تعداد الأصوات. بالطبع هذا البلد بلد متنوع للغاية. وقد حصلنا على دعم عشرات الملايين من الأمريكيين من أصل لاتيني. وكما قلت نحن متقدمون في أريزونا ونيفادا. دونالد ترامب تمكن من أن يتقدم ربما في صفوف الأمريكيين من أصول كوبية. رأينا أنه قد تمكن من تحسين أرقامه في صفوف هذه المجتمعات. أشعر أنه لدينا برنامج شامل يتناسب ويلبي تطلعات كل الأمريكيين وشرائح متنوعة منه. ونحن نتواصل بشكل مباشر عبر الإنترنت وبشكل شخصي مع الأمريكيين من أصل لاتيني. لدينا دعم كبير في صفوف هذه المجتمعات. وقد رأينا أن كان هناك الملايين من الأشخاص الذين قدموا الدعم لنا. وهذا ما سيؤدي بنا للفوز في ولايات مثل أريزونا. كان هناك سؤال آخر لم أجرب عليه. لم نتواصل بشكل رسمي مع حملة ترمب. نحن نواصل القيام بواجباتنا اليوم ونحاول أن نكون واضحين قدر الإمكان. قلتم أنكم تعتقدون أنكم تتجهون نحو الفوز. هل سوف نستمع لكلمة من السيد بايدن بعد ظهر هذا اليوم؟ ربما خطاب فوز أو انتصار. وكان هناك حديث كثير عن الرئيس أيضاً الذي قد يعلن فوزه. ربما هل هذه الأعلانات المسبقة من شأنها أن تقود الثقة بالعملية الانتخابية؟ سيتوجه نائب الرئيس بعد ظهر اليوم للشعب الأمريكي. لقد كان شفافاً منذ البداية. وكنا شفافين بالاستناد إلى البيانات المتوفرة لدينا. كنا نتشاركها على كل الشبكات وأيضاً بشكل مباشر بشأن ما نتوقعه وما نعرفه. نحن نعرف أن عملية تعداد الأصوات تأخذ وقتاً. ونريد أن نتأكد من أن الجميع مستعد لذلك. لقد رأينا أننا نواصل تعداد هذه الأصوات منذ يوم أمس. ومن الواضح أنه بالاستناد إلى البيانات نحن متقدمون في الكثير من الولايات. وفيما نتحدث الآن نحن نتحدث بالاستناد إلى الوقائع وليس بالاستناد إلى أمور مغلوطة كما فعل الرئيس الأمريكي يوم أمس. خلال هذا اليوم سوف نعرف المزيد مع تعداد الأصوات في ميشيغن وجورجيا. ونعتقد أننا نقترب من معرفة النتيجة النهائية. ولكن بنسلفانيا ربما يجب أن ننتظر حتى يوم غد حتى نعرف النتيجة النهائية. ترجمة نانسي قنقر